عندما نتصدى لتعريف مهارة الاستماع فإن الاستماع عملية عقلية يعطي فيها المستمع اهتماما خاصا وانتباها مقصودا لما تتلقاه أذنه من أصوات فهو يعد فنا يعتمد على عمليات معقدة يتآذر فيها الفكر مع حاسة السمع ولذلك فإن مهارة الاستماع تأتي في مقدمة المهارات اللغوية من حيث النب ولها دور مهم في عملية التعلم فالاستماع أبو المهارات اللغوية إذ هو الأساس الذي تقوم عليه كل مهارات اللغة الأخرى لأنه المهارة الأولى التي حملت التراث الثقافية من جيل إلى جيل قبل ظهور عملية الكتابة حيث كان الاستماع والتحدث هما المهارتان الأساسيتان في نقل خبرات الإنسان وتراثه ومعارفه في ظل عصر كان الاتصال يعتمد فيه على الكلمة المنطوقة وهو العصر الذي يعرفه العلماء بعصر الشفاهية وقد استغرق فترة طويلة من عمر الإنسانية كان الاعتماد الأساسي فيها لتحقيق عملية الاتصال يتم على أساس التحدث الاستماع ولكن لا يمكن أن تكتمل عملية تعريف مهارة الاستماع إلا إذا توقفنا أمام مستويات متعددة لهذه المهارة تشمل هذه المستويات مستوى التدبر مستوى الإنصاط مستوى الاستماع مستوى السماع مستوى السمع ما الفارق بين كل مستوى من هذه المستويات؟ أولا السمع يقصد به الحاسة المعروفة وآلته الأذن أما السماع فهو يقتصر على عملية استقبال الأذن لذبذبات صوتية من مصدر معين دون إعارتها انتباها مقصودا ودون إعمال الفكر فيها والسماع عملية فيسيولوجية بحتة يتوقف حدوثها على سلامة الأذن وعلى قدرتها على التقاط الذبذبات الصوتية والسماع بهذا المعنى أمر لا يتعلمه الإنسان لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تعلم فالطلاب عندما يسمعون وهم داخل فصولهم صفارة القطار وأصوات السيارات وجلبة الأسواق فإنهم يسمعون دون ما نشاط وانتباه فكل هذا يعد من قبيل السماع أما الاستماع فهو أكثر من مجرد سماع الاستماع عملية يعطي فيها المستمع اهتماما خاصا وانتباها مقصودا لما تتلقاه أذنه من أصوات أو بعبارة أخرى فإن الاستماع يعد فنا لأنه يعتمد على عمليات عقلية معقدة تتآذر فيها حاسة السمع مع مهارات الفكر وهناك من يعرف الاستماع على أنه استقبال الأذن لذبذبات صوتية مع إعطائها انتباها خاصا وإعمال الذهن لفهم معناها ويعرف فريق آخر لاستماع باعتباره أحد أدوات نقل اللغة اللذية حيث يصدر الكلام عن الجهاد الصوتي للإنسان ويحمله الهواء على شكل ذبذبات صوتية إلى أذن السامع القريب من المتكلم حتى يستطيع أن يستقبل الذبذبات الصوتية واضحة قبل أن تتلاشى في الهواء أما الإنصاط فهو الاستمرار في الاستماع والفرق بين الإنصاط والاستماع هو فرق في الدرجة وليس في طبيعة المهارة إن الإنصاط لا يختلف عن الاستماع غير أنه يشير إلى درجة معينة من درجاته وإلى نوع محدد من أنواعه يتصف بالانتباه القوي والتركيز الشديد وهو ما يمكن أن يطلق عليه الاستماع اليقظ وهو ما عبر عنه المولى عز وجل في محكم التنزيل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون أما التدبر فهذا المستوى يعني الاستماع والإنصاط مع استخلاص الفائدة واتخاذ العبرة والتفكر فيما يسمع إليه الإنسان فالتدبر هو أعلى مراحل الاستماع كل هذه المراحل متعاقبة تبدأ من استقبال الأذن للذبذبات الصوتية وتنتهي بعملية الاستماع والإنصاط والتدبر وتبلغ ذروتها في عملية التدبر حيث المبالغة في الاستماع والاستغراق فيه